ومعانا أول سؤال النهاردة من السيدة الممحمد من الده أهلية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بي حضرتك يا بك نعمة وفضل الحمد لله بايما في النعمة وفضل يا رب يا رب يا رب هقول لحضرتك على حاجة أنا جوزي زي حضرتك ما كنتي بتتكلم في الموضوع ده هو ملموم على جماعة المصطابين وعملين يقولوله هنديك في الوكم البنك وهنديك وهنديك بس تدينا مش عارف ايه ونخلص لك ورقة ونديك يعني جماعة يقول لك ده فيه فلوس في البنك عايزين نخلصها وتدينا فلوس عشان نخلصها وعمالة أقوله ده المصطابين قل مش بحرمية ده كان يقولي ده شغالين في البنك وقال لي أن أنا شغال في البنك فأنا أعمل معي إيه أن أنا أرجعه عن الناس دي سمعين لنا أقوله دلوقتي حالة أول حاجة أول حاجة ما فيش حاجة اسمها هاد فلوس عشان نخلص فلوس من البنك كلام ده كلام كذب هو لو هو بيتكلم على أن هم هياخدوا قرض من البنك ويعملوا مشروع لا القروض من البنوك ويوم بتقشر اسمها قروض اسمها تمويل التمويل ده بيكون مقابل ما يسمى بضمنات فهم لو ما عندهمش ضمنات يبقى هم كان ناس كذبين بالمناسبة سيد أبو محمد أنا شغاليتي أصلا دكتورا بتعطي في المعاملات المالية فأنا بقولك يعني لو واحد رايح عشان ياخد فلوس من الناس عشان يجيب تمويل لي يبقى الشخص ده ما عندهش حاجة اسمها عندنا ما عندهش ملاءة مالية يعني الشخص ده غير جاهز أصلا لعمل مشروع فما تشاركوش أصلا لأن دوت هو أصلا عالم الفلوس من دوت ده ودوت ده وبعدين هو نفسه عيبتدي يشتغل أو ما يشتغلش ودوت أحد منتجات المستريح الجديدة يعني أحد المنتجات اللي بيجمع الناس الفلوس فيها ويورطه الناس كلها فأنت ما تعملش ده طب إنت لو عملت ده ودوت شيء غير منطقي وغير اقتصادي وغير وملوش علاقة خالص بالدراسات الحقية للمسائل الاستثمار أنت كده بتضيع بتضيع من تعوله وأنت كده بماذا؟ بتضيع المال لأن الرسول اللي وصلنا من عانى عن ثلاث عن قيلة وقال وكسرت السؤال وإضاءة المال فما تضيعش مالك ما تعملش كده أنت مش من حقك أنا أقولك حاجة يا سادة بعد إذن حضرتكم أنت مش حقكم مش من حقكم أنت تثقوا في الناس ثقة في غاي محلها وبعد كده تقولوا إحنا وثقنا في الناس لا أنت غلطان إذا تدينتم بدين إلى أجن مسمن فاكتبوه ليه؟ لأن انت مش من حقك أن انت تعرض موارد المالية بتاعتك وبتاعت أسرتك إلى الخطر لأنك أنت عجبك منظر واحد ولا عجبك أن واحد عنده ابن نكتة ولا واحد بيعرف يتكلم حلو لا فيه أصول للاستثمار أصول للاستثمار بتقول أن الرجل دوت عنده ترخيص أن الرجل دوت عنده ضوابط الرجل دوت عنده سمعة اقتصادية الرجل دوت عنده ملائة الرجل دوت لما تكون فيه الأوصاف دي وانت قادر تتابعه تشارك معه ما عندكش وانت مش قادر تعمل الكلام ده عندك المؤسسات المالية تستثمرك الفلوس بتاعتك وهي أكتر أمانا لكن ما تودخلش إنت عشان المخاطر معه هو بيعمل إيه هو بيقول له أنا عديك أكتر من البنك بيدهولك فيسحب منه الفلوس وده اللي بيحصل دايما مع الناس فلذلك أنا بقولك هو أنت مش من حقك أن أنت تضيع المال ادخل في حاجة منضبطة ما تضيعش أموالك